آخر مع مدربي خالد كرامة حيثيته غيابا للمدرب عن قيادة الفريق بعذر صحي دفع إدارة الوافل استنجاد بالجامعة للتدخل المتابعة لمرات سيبيا ولأن المصائب لا تأتي فرادة فريق ويدا دفاس يدخل في أزمة جديدة هذه المرة مع المدرب خالد كرامة الرجل كثرت غياباته تدارات تلو الأخرى وشواهد طبية بعثرت أوراق إدارة الوافل استخليد كرامة كان أعطى الفريق الوليد رضي الفاسي شادة طبية قبل مقابلة تقادير ومنين جاء عود جمع الطلب ما شي مشكل استخليد كرامة بعد مقابلات الفتح زاروا طبيب الفريق وعطاه 3 ايام دي الراحة لاستخاص للهزيمة دي المقابلة الفتح ما شي مشكل مراب يومين سفتنا عوداني شادة طبية 21 يوم شحال باقف هذا السيزون إدارة الوداد فاستحركت ما مر اتصلت بكرامة ورسلته للإستفسار فلا جوابه فكانت الجامعة الوصية خيروجها لاتخاذ القرارات اللازمة في وقت يعيش الواف على وقع نتائي السلبية تهدد مكانته في البطولة الاحترافية المكتب الوزارة دي الفاسي قام بالمسئلية القانونية على حساب اللوائح الجامعة رسلنا استخليد كرامة باش يجي الكونتر فيزيت عن دكتور الفريق اللي هو شافه بعدها تيجى في اللول لانه دكتور الفريق على طابب تهو رسلنا عطا ثلاثية مع تاشي شهر رسلنا مرة تانية باش يجي الكونتر فيزيت مجاش المرة تانية كاستخفاف بالإدارة دي الفاسي ملسل يعطينا الجامعة فهي اباندون بوست دي مشيخي الكرامة وتنطلب الجامعة باش تعطينا رخصة مقاطة لما تنطلب الجامعة باش تعطيك رخصة مقاطة فهو رانفيسا بعد هذا وذاك وفي انتظار تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يبقى التساؤل مطروحا حول رحيل المدربين عن الواف دون سبب مقنع إلى القسم الثاني إذا تمكن اتحاد زموري لخمسات من تصدر ترتيب الفرصة